أعلنت وزارة المالية عن تعديل المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة على خدمة المصنعية عند توريد الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة من خلال اعتماد استبدال مؤقت لتعريف السلع ليكون الذهب والألماس وأي منتجات مكونها الأساس من الذهب أو الألماس ووفقا لأحدث التقديرات فإن حجم صادرات ويعادة الصادرات من الذهب والمجوهرات في الإمارات وصل مؤخرا إلى نحو 240 طن سنويا فيما تستأثر الدولة بحصة تفوق 10% من صادرات الذهب العالمية